فانا هقولك زي دلوقتي نحط لحمة مسلوقة في التلاجة هنصلوها زي ما بعد دلوقتي اللي خزين هنعرفيه المنيجة عايزة بنصلوها بنحط مية وعدين تغلي وحط فيها بصل مثلا والطابل بتاعتنا وحط فيها اللحمة تغلي طيب في طريقة احلى شوية ان احنا الاول بنخلي اللحمة دي تتشمع او تشرب ميتها الاول بعدين نبقى نسلوقها هقولك زي دلوقتي لان عندي يوصل ايه هننعم اتنين كيلو لحمة مثلا اتنين كيلو لحمة حط لهم بصلة جزر تماطب ورق لورو حبهان ومعلاقة ثمنة معلاقة ثمنة دي عشان انا هعمل بها ايه طبعا انت لو بنوصلو في العاجة همحطش ثمنة انما انا هنا انا هحط معلاقة ثمنة ليه هقولك دلوقتي احطها الحلم بدري على النار بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما تحب تخزيني كيلو لحمة نصف كيلو اتنين كيلو اللي ريعت ازياد اقل زي ما انت عايزة بس دي تعرف انه دي اللحمة المسلوقة اللي ممكن تستعمليها مثلا في خضار ممكن تستعمليها مع الفتة ممكن تستعمليها مع اي حاجة انت تستعملي معا لحمة مسلوقة ان شاء الله تعبيني مكررة ولحمة حتى بس دي اجهزة كي تطلع على طول تستحمرها في الفرن تستعمليها بشربتها اللي ريعت تستعمليها بتاقي اللصان عصفور اي حاجة بسم الله الرحيم انا عملاها قطع كبيرة كده هوبر كده. شلعيت بقى قصون طيبين. رشد فلفل قصود بس عليها كده. اجهز بقى عندي بسلا ايه? جزرايا بصلايا. او الكمية دي ممكن احط ايه? اتنين بصل. كده بس. افتاحها فتحة كده بس. والجزر حتت كبيرة. طبعا الفلفل الاسود الاساسي. انا معاها لغاية ما تشرب ميتها. الخطوة دي تدي طعم حلوة. اول اللحمة خصوصا اللي عشانها في الفريزر. خصوصا يعني. هل ده بقى اديها المية المناسبة لها مش احط كمية كبيرة عشان ما خزنش في الفريزر كمية كبيرة من الشرب على الفاضي. انا ممكن اخليها تقيلة. وبعد كده في المطلحة بقى اخفزة زي ما انا عايزة. وعليها ايه? الخضرة هو. ورق لورو. حبهان. وسلم اتفقد لو المية مغلية يبقى احسن. بس وغطي عليها. واسيفهم كلهم كده يستو موابات.